مسمن مورق ومقرمش بطريقة سهلة وسريعة رائع جدا كما تسمعوا القرمشة دياله مقرمش وهشيش ماشي قاسح نهائيا بحشوة اللي ديدة ومعلكة ممكن تغيروا الحشوب حسب الرغبة ديالكم لكم كامل اختيار لاحظوا كله طبقات مورق والديد بزاف بسم الله على بركة الله عندي هنا يجوش ديال بسلاس وضعتهم فاتحانة ممكن غير تشلضهم عادي هدي ما كتلقش الماني هائيا كيكونوا هاكا رقاق كنديرهم في مقلة وغادي نضيف العناصر الاخرى باش نطيب الحشوة كنضيف هنا زيت الزيتون اللي ممكن تعودوه بزيت نباتي او الزبدة او تخلطو بيناتهم كنضيف الملحة ونخلي البسلاكة تشحر هنا عندي التحميرة سكينجبير لبزار كيمية قليلة حيش غادي نستعمل الصوس وعندي الكامون والقصبر يابز والسلسة حارة اللي حضرت معاكم في الفيديو السابق اللي كتجي هائلة وليدة بزاف كنش حر البسلاهية اللي ولا مع الزيت والمنحة كما لاحطوا معي حتى كتبدا هنا كتنزل كنضيفو الكفتة ديال الحم هنا تقريبا ميتين جرام ديال الكفتة ممكن ديرو اصداد ديال جاج مقطع او مطحون ممكن ديرو الطوم في المرحلة الاخيرة بعد ما وضعت الكفتة كنحاول انا نفتتها كنضيف العناصر الاخرى اللي ذكرت لكم ديال التوابير عندي الهريسة الكامون القصبر يابز ستينجبير والتحميرة والملحة بطبيعة الحالة راني اضفتها في الاول كتشحر العناصر كاملة خليو نار تكون شويها كمرتفعة باش ما تقصحش الكفتة كتطيب بسرعة هالحشوها دي جانبا كنكون مرقضة شعرية صينية علبة صغيرة في المبارد فقط وقطع سو كنضيفها في المرحلة الاخيرة وكنشحر مزيان لاحظو الحشوها الكفتة ما كتقصحش نهائيا يلاحظو بها الطريقة هادي كنضيف جوج ديال قطع ديال جبن متلت او مربع او ملعقتين ديال جبن كريمي ديال الدهن وكننسم انا بزعطر الجاف اللي ممكن تعودوه باعشاب مونسيمة او بمعدنوس اللي كيكون مغسول ومقطع سافيها الحشوة عندي وواجدة غد نتفعلها ونخليها كاس برد مكونات العجين عندي هنا اربعمائس جرام ديال الطحين فورس معمائس جرام من الفينو الملحة ملعقة صغيرة ديال السكر سنيدة ملعقة صغيرة من خاميرات الحلوية ملعقة كبيرة ديال الزيز والماء عادي من الروبيني كنغرب الطحين المجموع ديال الطحين راه نصف كيلو ربعمائس جرام ديال فورس مية جرام ديال الفينو بيت عبرو بالكاس عبرو ديرو ربعا ديال فورس واحد ديال الفينو كنخلطهم زيان وغادي نضيف العناصر لذكرت لكم الملحة اللي كسبقة بحسب الضوء الشكر سنيدة غير باش يتحمر ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة ما يعادل تقريبا اربعة جرام وملعقة كبيرة ديال الزيز وكنضيف الماء ممكن تعجنوها في العجانة هنا غادي نجمعها وندلك هادالك خفيف فقط وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد المدة اللي قليلة ممكن هادالعجين تعجنوه وتخليوك يرتاح اطول مدة غاديكم سهلة في الخدمة هادا هو القوام اللي كان حصل عليه للك هادالك خفيف فقط هادين دهنها بالقليل من الزيت ونغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها كما ذكرت لكم كترتاح مدة ديال خمسة عشر دقيقة حتى الثلاثين دقيقة ممكن تعجنوها هي اللي ولو خليوها كترتاح من الافضل تعجنوها هي اللي ولو خليوها كترتاح هاتبشو تحضروا الحشوة عندي هنا زبدة باش غادي نورق والزيت بالنسبة لزبدة كيف قال لكم اختيار اما زبدة حيوانية او زبدة ديال العلبة او زبدة مارغاري ممكن تخليوها حتى تكون ارتبة ماشي مدوبة لكم كامل اختيار ممكن لكن تغديروها زبدة ارتبة كديرو لها معها النشا ملعقة او ملعقة ديال نشا وتخلطوها مزيان هذا الى درسوها تكون ارتبة بعد ما قسمت العجين ديالي الكويرات ضروري ما كان دهنهم بالزيت خمسة ديال الكويرات اللي حصلت عليهم دائما ناخد الكورة الاولى اللي كتكون اه سهلة ان انا نصرحوها كنصرح بالزيت فقط في المرحلة الاولى حتى نرقاق العجين ديالي مزيان اهاتي كندير زبدة كما ذكرت لكم الزبدة اخذوا اي نوع ان شما بغيتو كتحصلوا على نفس النتيجة اما ديال العبار اما ديال اه البواطة اما المارغاري خاصة بالطورق كامل اختيان شما كتتحكموا فيها غير الى كان زبدة طباك ناكد انكم تديروا معاها شوية نشا كتجي معتبرة بالنشا كان طوي بحالة رغيف العاديين غير في كل مرة راني كندير زبدة كما كتلاحظو هنا غدي نصرحها الجهة الاخرى باش تباليكم مقادة كان نصرح مزيان وكان زيدها كان نرقاقها من الوسط ما رخصاش تبقى غليدة ونرش الزبدة وكان طوي نفس الطريقة الكويرات اللي بقاوا ليه المجموع عندي خمسة ديال الكويرات نفس الطريقة هادي نديرها ليه اول حاجة كان ورق بالزيت عاد كندير الزبدة في المرحلة الاخيرة غير ضروري العجين خصو يكون هكا رقيق انا اكد ان العجين ديال المسمن مش ضروري انه يتدلك فقط خليو كيرتاح بهذا كي يكون بحالة تدلك غير ديروا فقط عدية البلاستيك اللي تكون غدائية وتكون نضيفة وخليو كي يجيكم ساهل في الخدمة لاحظو هنا راه ساهلة كتبشي معنا العجين بكل سهولة رغم اني ما خليتوش ارتاح بالزيت كندير الزيت في اول مرحلة ومن بعد كندير زبدة وكان طوي بحالة رغيفة الهادي المعروفين هنا بعد ما كملت الكيمية ديالي كاملة كما كتلاحظو الحشوة ديالي راني ضبط لها الفروماج محكوك وغادي نخلط كل شي مزيار هنا دائما كان اخدو رغيفة اللولة دائما اخدو الحاجة اللولة اللي كتديرو باش ديكم ساهلة هنا كي بقى لكم اختيار بغيتوا تورقوا هاكا غير باليد لكم الخسيار بغيتو ترشوها بشوية نشا رشة خفيفة وتبسطوها بالدلاك ره ممكن ممكن هاد المربع هادا هادي يولي على شكل مستطيل كتقسمو هاكا من نصف وغتحصلو على جوج ديال اه القطبان او غديرو ها الطريقة هادي اللي غندير انا هادي طريقة المعتمدة رصبق لي وحضرشو معاكم شهر رمضان كيجي معتابار كيجي هائل كتديرو الحشوة لدارورتكم باردة داك الشي عليش كنحضرها هي اللولة كنقلب العجين الحشو كنحطو بعيد على العجين كما كنت تلاحظو ممكن تفلحوه بالموس تشارطوه غير ما تقطعوش العجينة باش كتجي ديك الزخرفة ديال الاشريطة كتكون هاكا محلولة كتجي ياللي في الوجه ديال القادي او الحربة ممكن تفلحوه منحتدعب من الفوق هنا بعد ما كمل الكيمية ديالي كناخد طاوة فيها ورق صلب غيزي كناخد دائما الاول كنحطوه في طاوة نحاول انه نقادوه ماشي ضروري تاخدو قياس محدد مهم طاوة اللي عندكم كتديروها غير يكونوا كتكون قاداهم كتديرو اه الورق هناك نقسم من نصف ممكن غير ترشمو من الفوق ماشي تقطعوهم ترشمو غير القياس انا احنا راني قطعتهم غير ترشمو البلاسة منين تقطعو باش الوقت اللي غادي يطيبو تقطعو لكم بكل سهولة حيث كي يجي مورق ومقار مشوه شيش كي بقى كيتفتت من الافضل غير ترشمو فقط حتي يطيبو واحد كتقسمو انا احنا قسمتو من نصف وكل نصف قسمتو على جوج بحلة كل مسمنا احنا قطعتنا ربعة ديال المسمنات ربعة ديال اللي سيقع هنا بعد ما كملتهم ادو الشكل ديالهم هنا كيبقى لكم اختيار ممكن دهنهم بزبدة مدوبة ممكن تديرو لهم بيضة صغيرة انا اضفت لها الخل ممكن تضيفوا لها السلسة ديال السوجة كتدهنهم مزيان كندخلو من الفراء اللي كيكون سخون قبل عشرة دقيقة كيبقى نار متوسطة غير كيبدا شوية كيشد فراسو كتنقصوا عليهم النار متوسطة الى هادئة باش يطيب ويتقرمش كيما كتسمعوا القرمشة دياله كيجي كلهم كرمش وشيش تزين كيبقى اختياري ديرو شوية ديال الفروماج ممكن اه ديرو لهم البافو او زنجلان في المرحلة الاولى الوقت كتدهنهم بالبيض كيما كتسمعوا القرمشة دياله رائع جدا كيجي مورق وشيش وحشوة اللي ديدة وسهلة كيبقى لكم كامل اختيار اختيار الحشو اللي بغيتم تومه هنا بنوركم الصورة عن قرب باش يبال لكم التوريق لاحظو كيجي مورقين بزاف وصحة وراحة